اشتركوا في القناة ونرجع نتمتع بالكنيسة اكتر والخدمة ويفرحنا بنجاة كل الناس عاوز اراجع معاكم النص اللي احنا تعودنا نقوله في صلاة الساعة الثالثة احتفالا بالروح القدس كل يوم حسب طقس الكنيسة الابطية هو بيبتدي بيحن 14 26 يقول اما المعذر روح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم اوز ارجع قبلها عيتين كده عشان نستوعب عن ايه الروح القدس سكن فينا لانه دي اعظم عطية في حياتنا الروح القدس ربنا سكن فينا فاحنا اصبحنا هياكل لروح الله ولانه الروح القدس اصبحنا مقدسين او قدسين مش بشطرتنا ولا يعني بدورنا الاساسي دور الروح القدس فينا يعملنا قدسين دي شغلته فيقول اجاب يسوع وقال له ان احبني احد يحبس كلامي ويحبه ابي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا تعبير دي عاوزكم تفتكروا إليه نأتي وعنده نصنع منزلا عارفين معناها ايه ان ربنا في ناس ناس يحب يقعد جواه يدخل بيوتهم بيوتهم طبعا يعني قلوبهم قلوبهم وعقلهم وحكيانهم دول القدسين طب البداية ايه يعني ازاي رب اكون انا مكان تسكن فيه بارتياح اكون موضع لراحتك اكون بجد هيكل للروح تم كلنا خدنا الميرون كلنا بنرشم الصليب كلنا بندخل نسمع القدسات للقدسين ونتقاصر ونتقارق من القدسات انما انا المعنى ده رب مش حاسه يعني ايه إليه نأتي وعنده نصنع منزلا تيجي عندي بيتي ده يوم ما يجي لي حد مهم كده يعني مثلا حد من أباءنا الأسقفة واللبونا البطرك تيها حاجة كبيرة قوي انه يدخل بيتي ده ربنا بيقول انا بنفسي هيك وادخل وعد ومسك ضيف هيبقى ده بيتي إليه نأتي وعنده نصنع منزلا هنزل فيه ومش هطلع منه طب أساسها ايه دي بقى أول هيقول ايه إن أحبني أحد إذن الامتلاء بالروح القدس أو شركة الروح القدس أو غنى الروح القدس أو إحساس المسيحي بالروح القدس اللي ساكن فيه مرتبط بكلمة ايه لو حد بيحبني طيب كلنا بنحب يا رب لا لا استنى بقى إن أحبني أحد يحفظ كلامي يبقى كلام اللي بيقوله المسيح ده لما بنحبه وبنركز فيه وبنذكره وبنحفظه بنحفظه ذهنيا ونحفظه عمليا والحفظ دايما معناه حكتين يبقى بزهني طول الوقت كلامه ويبقى في حياتي كلامه هو اللي بيحرقنا السلوك بالروح فبيقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي يحبه أبي لأن الكلام اللي بيقوله المسيح كلام الآب فإذا الآب يحبني والابن بيحبني وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا إزاي بقى بالروح القدس ده تفسير الأباء إذن أنت هتبقى سمة أنت هتبقى كنيسة مفتوحة فيها ربنا كله بكل الغنى بتاعه بطعم السمة بجد بس لما تعمل النص الأولاني من الآية لما ما بقاش في حاجة جواك غير حب ربنا وحب ربنا أول تعبير لي دقيق إنه كلامه غالي عليك جدا وبتحفظه كأنه جواهر وبتقعد إيه فينا مصر رب يلهج نهارا وليلا وتسكن فينا كلمة المسيح بغنى يعني إيه مش كفاية لسه واحد بيقول لي بنا أنا مش بعرف أقفل الإنجيل أنا يعني طبعا كسفته أنا بعرف أقفل لكن بيقول لي ببقى مستخسر خلصت خمس إصاحات وخدوا لي ساعة ولا ساعة ونص وبعدين طبعا أقفل ليه ما الكلام حلو مش عاوش فيه أقفل إحنا مش عارفين نفتح ده فرق حب إن أحباني أحد يحفظ كلامه عشان كده أرجوكو في صيام الرسل إحنا عاوزين نشد حلنا شوي في الإنجيل لأنه هو ده مجال الامتلاء بالروح القدس إن كل كلمة من هنا يقول الكلام اللي بكلمكم به ده روح وحياة إذن لما بنعود مع كلام ربنا سموه الأباء أنفاس الله يبقى المسيح له المجد بيحط نفسه فينا شيل مننا الكورونا بقى والكلام ده بتاعت الخطية ويحط الحياة الأبدية فينا إليه نأتي وعنده نصنع منزلا تصور بقى تخيلوا معايا التخيل السازك ده ربنا يسوع قاعد في بيتك زي بيت مريم ومارسة والعذر وبعدين إيه يعني وانت بتحكي ما قلتوله على فكرة رب جران عندهم مشكلة بس حاطر إيه خلص معجزة طب البلد اللي جنبنا رب فيها مشكلة ماشي حاطر المسيح قاعد في بيتك يحصل إيه بقى يحصل اللي بتسميه كنيسة الدالة الدالة بتيجي من إيه ده قاعد في بيتك ده بيتك بيته فدلوقتي هو صاحب البيت فانت داخل طلع عليه بتحكي طول الوقت وبتحكي وهو يعني قاعد في بيتك فمش هيكسفك عرفتوا ليه القدسين ليهم شفاة عالية قوي لأن دول ناس ممتلئين بالروح ساكن فيهم الروح القدس بارتياح فمنين ما بيطلبوا طلب طلبهم عالي وغالي جدا لأنه ده منزل لله موضع لراحته إيه اللي بيطير مننا الامتلاء بالروح القدس إيه اللي بيضيع علينا العزة ده طيب ما كلنا بدون استثناء كناس اتعمدنا وخدنا الميرون عندنا الفرصة دي تبقى قلوبنا مساكن لله بجد أول مشكلة أن أنا مزغول عنه برضو واحد من الأباء القدسين اللي تكلموا عن الروح القدس قال تصور يبقى عندك ملك ما قعده في الصالون برا وبعدين أنت داير عمل تعمل شغلك وسبته ملطوقة لمؤخزة يعني مركون بالساعات هيعمل ايه ده اللي قال عنه كتاب يحزن يحزن يعني يصعب عليه يعني ملك السماء كلها لا تساع والملائكة كلهم يسبحوه بلا توقف وانت تركنه وتنشغل بحاجات تانية وتقول له معلش أنا آسف ما شغول شوي طب ايه بقى المفروض هو ينسحب ويطلع هو بقى من التضاعه ما بينسحبش بيفضل قعد بسه بيبقى قعد وحالته ايه لا تحزنوا روح الله القدس بيبقى الروح القدس مش مبسوط ليه لانه شايف دماغك في حتة تاني مش داريان بالعز اللي انت فيه مش عارف الكنزس الصالحات اللي جواك مش عارف ماطي الحياة اللي جواك مش عارف الملك السماوي اللي جواك ما انت مش مركز فمسغول بحاجات غريبة جدا وبالتالي تلاقي نفسك انت نفسك متدايد طب ما هو ده مصدر الفرح كله مصدر العزاء والسلام المعزي وبالتالي اللي داريان بحضور الله داخله وشبعان بسكن الروح القدس ده شخص لا يضطرب ابدا وعشان كده هيقول لهم بعد كده ما تضطربوش ولا ينزعج ولا يحزن ولا يخاف ليه لانه ربنا كله جواه بس اللي مش واخد باله من ان ربنا معاه وجواه بتفكرني لما المسيح كان نايم في المركب افتكروه نايم طب ده المسيح ربنا نايم آه فين لما راحوا يصحوه فسكت البحر هو يعني البحر يقدر على المسيح ملكه بس هو مش المسيح اللي نايم بصراحة احنا اللي نايمين هو صاحي ومستنين انحكي معايا عشان كده بيقول اصهروا صل بيقولوا خليكوا معايا اما قدرتم ان تصهروا معي ساعة واحدة يعني اجل غاية بيتك واعد معاك ما تدينيش ريء تقولش تحكي معايا ما تفضيش نفسك لي فاركركم مثل المدعوين في مثل المدعوين ملك عامل عشاء مجاني طبعا وغالي جدا ودعى الناس وكرر الدعوة الناس استقلت بالدعوة هو ده اللي بيحصل جوان ان انا مستقل بمعنى ان الروح القدس فيه فرايح اشتغل على حكة الدنيا اعاوز سلام من الناس واعاوز تشجيع من الناس واعاوز حضن من الناس واعاوز كلمة من الناس واعاوز فلوس من الناس واعاوز حد يقول لي بكرة هيمشي كويس حد حد يقول لك دي حاجة عيب قوي يبقى الملك كله جواك وتقول اعاوز حد بس يقول لي اخرتها ايه مين اللي يعرف يقول لك دي من صاحب الكون ده كله تمه وساكن جواك عشان كده يقول تاني الذي ان احبني احد يحفظ كلامي ويحب ابي وإليه نأتي إليه هنا الثلوس الاقدس وعنده نصنع منزلا الذي لا يحبني لا يحفظ كلام اذا احبائي لما نيجي نقول بحب ربنا بص من كلامك ادينك تحب ربنا تقول لي بتقعد اد ايه مع الانجيل مش بس كده حافظ اد ايه من كلام الانجيل مش بس كده شغلك اد ايه طول اليوم من كلام الانجيل مش بس كده بتعمل اد ايه من الكلام اللي في الانجيل مش بس كده بتقول كلام الانجيل اد ايه للي حواليك مش بس كده بتصلي بكلام الانجيل لان ده الموضوع اللي شغلك ولا ده في حتة وصلها في حتة لا انا اظن ان احنا هنطلع تحت الاية التانية بتاعت الذي لا يحبني لا يحفظ كلام وحطا بالبساطة اية 23 ان احبني احد يحفظ كلام 24 اللي مش بيحبني مش بيحفظ كلام بانت ولا ما بانت ربنا علمنا ان كلامه ده كل حاجة قال ليس بالخبز واحد ويحيا الانسان بكل كلمة تخرج من فم الله عهد الجديد قال لنا ده السيف سيف الروح اللي ينصركوا على اي شطان واي خطية واي خوف واي شك واي قلق واي حاجة وحشة وبعدين قال لنا ده النور ده السراج اللي تعرف تمشي بيه وتبقى الدنيا من ورق صادق يعني الانجيل بيعمل كل حاجة كل حاجة هتلاقي الانجيل 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 طب وبعد ده كله يبقى اليوم كله فاضي فيه خمس دقايق انجيل وبعدين تقول هو انا الان ليه الان ده انت تنفجر المفروض طبعا الان وحزين وكئيب وخايف وكل حاجة طبعا لان انت مش مع ربنا خالص مش بالقدر اللي ربنا بيكلم فيه ده ربنا بيحب القاعدة ويحب الحكاوي في رؤية ثلاثة لما ربنا شد على خادم كبير ملاك الكنيسة وقال له انت فاتر انا يعني مزمع اتقيقك من فمي انت بتقول انك غني ومستغني انت مش وقت بقلك ده انت عريان وبائس وفقير واعمى وحالتك حال اخر الكلام بعد ما شد عليه قال له عاوزك تشتلمي مني دهب مصفى بالنار كلام ربنا كحل عينيك بكحل عشان تشوف كلام ربنا خلي عينيك تتفتح بعدين قال له انا واقف على الباب واقرع لو سمعت وفتحت هدخل واعد معاك هبو ده بقى امتلاق بالروح القدس بس افتح ان سمع احد هتسمع كلام الانجيل ده المفتاح للامتلاق بالروح القدس لو سمعت صوتي تفتح الباب ادخل اقعد معاك ونقعد بقى ده الصبح اتعشى معك وهو معي عمرك جربت وتتعشوا مع المسيح ده انت يمكن كل واحد فيك ويفتكر انه تعشى مع ناس مهمة مرة كان شكلها ايه الاعداد يمكن ما تنساش طول عمرك عادت مع شخصية عامة شخصية مهمة وعادت وتتحكوا وتحكوا طب يا ربنا يسوع له المجد بيقول اتعشى معك هنعملها ازاي ده اسمع وافتح الانجيل ادي وقت وخد وقت وتكلم واحفظ وخطط وركز وعيد وزيد وزيد وهتلاقي وفجأة الباب تفتح والنعمة دخلت زيارة النعمة وتلاقي القعدة بقى ملهاش اخر ادخل اليه اتعشى معه وهو معي لكن احنا استسلمنا لحالة الفطور وتعودنا ان احنا نقطر على نفسنا كده بنقط النعمة بالخمس دقايق وبالعشر دقايق وبعدين نرجع نشكي زي اللي عنده الدواء بس ايه مش بياخد منه جرعة كفاية ان احبني احد يحفظ كلامي ويحب ابي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني وهو انا والاب واحد عشان ما يفصلوش المسيح عن الاب فيدخله في لخبطة بهذا كلمتكم وان عندكم يعني انا بقول لكم كلمتين دول لانه طبعا الكلام ده كان ليلة صليبه فخلاص الصليب والقيامة والصعود فقال لهم انا بقول لكم كلام المهم وانا معاكهم اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم معنى ده جميل او هنا فيه تلت معاني كبار او الروح القدس يعملهم جوايا المعزي لما طعد قادة حلوة مع الانجيل وتجبع بكلام الانجيل وتحفظ ويزغلك كلام الانجيل طول اليوم يحصل ايه يحصل التعزية التعزية ببساطة معناه الارتياح بطعم السماء اصل طعم السماء غير طعم الارض السلام بتاع السماء غير سلام الارض هيقول بعدها سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم مش زي بتاع العالم لا بتاع العالم ده خفيف قوي ويطير بسرعة ويتخربش بسرعة ويبوز انما سلام اللي من السماء اللي بنقوله في القدس البسيلة سلام الذي منها السماء ده حاجة كده تستقر وتخليك طاير من السعادة كأنك دقط طعم حياة الملايكة والقدسين اللي في السماء فهنا المعزي بيدينا التعزيات السموية بيدينا الفرح والراحة اللي لا ينطق بها زي القدسين كانت تبقى الدنيا ملخبطة حواليهم قوي ويكون جواهم السلام ده كله ازاي تبقى الناس بتكرههم وعاوزة تقطعهم حتة ويبقوا فرحانين دي حاجة مستبعية ده شغل المعزي ازاي في وسط الأخبار المزعجة يبقى واحد فينا مبتسم جدا في ورش الظروف وجوار تياح عالي جدا ومتطمن جدا ده مش شغل العقل مش شغل علم النفس لا لا مش شغل ناس قوية نفسيا لا لا اركن على جنب لا ده عمل الروح القدس وعمل الروح القدس لانه بيقعد مع المسيح بيقضي وقت مع الانجيل بيحفظ الكلام اليه نأتي وعنده نصنع منزلا ساعتها يطلع بتعزية يدلق بقى على اللي حواليه المتعزي بتعزيات الروح القدس تخرج من بطنه أنهار ماء حي تطلع منه كلمة واحدة لشخص يريح قلوه ازاي يعني كلمة ريحته يعني في جملة ايوة ده اصله مش جملة من لسانه ده من كلام المسيح ده هو بقى قناة لعبور التعزية الالهية للبشر بقى الماء الحي نازل من السمع على قلبه ومن قلبه على قلوب الناس يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالايه بالروح المعزي بالروح القدس المعطى لنا من قام نبي تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس يبقى انا في معنى مهم انا محتاج التعزية طب يا حبيبي هتروح برا ليه هتدور على الدنيا ليه في واحد يقولك انا متدايق ويفتح التلفزيون يا حبيبي التلفزيون هيزود المدايق هتسمع الاخبار هتتعاكن اكتر هتلوش في حاجات كده تضيع وقت هتيجي تقفله بعد كده هتحس انك فاضي خالص ومخنوق طيب مش بدل الكلام ده تحاول تقضي وقته اطول شوية مع الانجيل وكل كلمة تخرج من فم الله تعمل جواك شغل كبير قوي تسيح جواك حزن رديء وزعل وخوف وحاجات وحش تعالوا نتعزى نتمسك بالملك المعزي المعزي الروح القدس يرسله القاب باسمي يبقى ده جواينا ساكن فينا بس احنا مش مستصمرينه مش متمتعين به من هنا تيجي معنا كلمة لا تطفئ الروح زي لا تحزن الروح لا تطفئ الروح الروح ده شعلة النار زي بتاعت ألسنت النار عيد العنصارة طب النار اللي جواي دي النار دي هتديني كل حاجة حلو هتديني كل ثمار الروح محبة فرح سلام كل ده طالع من النار دي بس انا ممكن اطفيها اطفيها لاني بدلق عليها بقى مية من بتاعت الدنيا من يشرب من هذا الماء يعطش المية بتاعت الدنيا دي تعمل مصيبة اكبر تطفي لهي بالروح القدس اول ما سيب دماغي تسرح في الكرامة في الغيرة المرة في شهوات الدنيا في الشكوك انا عمال عمال ايه دالق مية على النار الحلوة المقدسة اللي جواي وبعد كده اقول انا متدايق وحالتي حال انت عملت في روحك كده الغلط مش على المعزي المعزي الروح القدس بيخلي القدسين في حالة تعزية دائمة بس دول خلاص اتقنوا الحياة بالصلاة اتقنوا حياة الصلاة اتقنوا حياة الانجيل بقى شغلهم مش شاغل كلمة ربنا بقى فرحتهم يقلبوا الانجيل وياخدوا ويغرفوا منه ويطلعوا الكنوز اللي جواها فيتعزوا تاني عمال يقول المعزي الروح القدس يرسله الاب باسمي يعلمكم كل شيء طب انت مش عارف تعمل حاجة يعلمك كلام ربنا اللي هنا يقول الروح القدس هنا تاني كلام ربنا اللي بتقرب عينك تغمض عينك وتصلي الروح القدس يقولك الكلام تاني لان الكلام ده مكتوب بالروح القدس اذا المعلم اصبح معلم ملاصق لي كان من القاب المسيح المعلم الصالح اللقب ده يليق بالروح القدس لانه روح المسيح فالمعلم الصالح سكن فينا يعلمكم كل شيء هتروح برق ليه تحاول تاخد من كتب الدنيا ليه في ناس تستثل تقرأ كتب ما تقراش الانجيل لا يا حبيب ما فيه زي الانجيل طبعا ممكن تقرأ تفسيرات جوه الانجيل عشان يديك العمق اللي فيه لكن كتب الدنيا مهما كانت لا ارخص من كده لما سئل الانب انطونيو الزمان جالوا ناس زوار كده من النوع الفلسفة شوين قالوا له ماذا تقرأ هم قالوا بقى ده راجل علامة ده وراه الافات طلعوا تمشي وراه قال لهم اقرأ الجديد واعود للقديم ثم اعود للجديد ومرة اخرى للقديم يعني ايه ما بقراش غير الانجيل قالوا له كل الفلسفة والحكمة دي ما بتقراش غير الانجيل قال له هم ما بقراش غير الانجيل ما عرفش عمل غير كده بس ده راجل غني جدا بالروح لانه بيرى الانجيل صح يبقى يعلمكم كل شيء مادة التعليم تبقى من الانجيل كلامك مع ولادك يبقى من الانجيل من يتكلم فكأقوال الله هنضيع وقتنا ونقول كلام الناس وعندنا كلام ربنا ايه اللي خلينا نتبادل اراء الناس مش خسارة الدقيقة اللي نقول فيها كلام من الدنيا وعندنا كلام ربنا المحي اللي نقدر نقوله لبعضينا ونهادي بعضينا بكنوز السمى دي اخيرا يقول ايه يذكركم بكل ما قلتو لكم المسيح قالك انا معاك يفكرك بها الروح القدس المسيح قالك اشكر على طول يفكرك بها الروح القدس المسيح قال لنا حبوا بعض يفكرك بها الروح القدس يذكركم ربنا يسوع اللي نهتموا قوي بالفؤر والمرضى والغلابة يفكرك بها الروح القدس يذكركم بكل ما قلتو لكم لو أنت بتنسى غصب عنك وأنا بنسى ما تخافش عندنا هنا الميموري مش بتاعتنا بقى الذاكرة بتاعت الروح القدس الروح القدس روح المسيح هياخد كل كلام المسيح ويقولهولي يوميا في كل موقف هتلاقي الآية طلعت أو المعنى أو الوصية هتلاقي الوعد الحاح من جواك بيقولك تخاف ليه ما الإنجيل بيقول فتلاقي نفسك عايش الإنجيل لا يغلق أمامك لو تقفل كده هو ما تقفلش هنا وبالتالي تبقى أنت كمان كتاب مفتوح بقيت عايش إنجيل حي دائما بالروح القدس احنا أحبائي عندنا كنز مش داريانين بيه ناس كلها بيفرق معاها الأرقام ويفرق معاها الفلوس مع علم الناس إن كل الناس هتسيب الفلوس وتمسي وإن الفلوس قيمتها بتتضاءل جدا في الأزمات زي اليومين دول وهي الفلوس تدي عمره لحد دلوقتي ما تنفعش طيب كنوز العالم إن العالم بيتقاتل عليهم إحنا بنقوله أنت كنز الصالحات فين كنز الصالحات؟ جواك كنز جواك عليك تكتشفه عشان كده في المسأل الجميل اللي حكى المسيح يقول واحد حكيم كده لقى كنز مضى باعة كل شيء واشترى واحد اكتشف إن جواه روح ربنا فلغى الدنيا دي كلها حطها على جنب وقعد مستفرد بربنا كده مركز في ربنا طول الوقت تعالوا نجاهد الفترة الجاية نحن نقضي وقت أطول في المزامير في الخلوات وفوق الكل الشبع بكلمة الله لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدا شكرا للمشاهدة